المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليسيلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة الدائمة من الهوشنال الجسبر ان شاء الله ستكونوا بخير على خير ستكونوا فرحانين ستكونوا نشطين ستكونوا مور دلكم زين وفتماما عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة الدائمة اللي هي اكيد دائمة من الهوشنال لاغصد ديلي ومولى الوصفة ديلي وان شاء الله ستكون وصفة مختصة لتخصيص الوزن فبمجرد تطبيقه قبل نون مدة ديال ثلاثة ديال الأيام هذه ان شاء الله تحرق دهون البطن وإزالة الكرش نهائيا وغادي تعجب وترضي أي شخص تجرب هادلغوسات النتيجة فانتمنتنا الاستفادة ديالكم والإعجاب ديالكم أكيد وقبل ما نشون تعرفوا على المكونات ديال هادلغوسات طريقة تحضيرها استخدامها والسعمالها فانبغين نرحب بالناس الجدد أو القدم في القناة فامرحب بكل من كيتابعها وكل من كيزورها لكن تقول مرة كتشاهدوها فمرحبا بكم ما تنسوش تضغطو على زيال الاشتراك موجود أسفل الفيديو وتفعلو زيال الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد يعني أي فيديو ان شاء الله نزلتو في القناة يجيكم إشعار بأنني نزلت فيديو تفرجو فيه أول بأول وتستفدو كل الوصفات الطبيعية أكيد بالنسبة لهادلغوسات دياليوما فهي كتكون مثل سدي المكونات بساط ورخاص حاولت أنني نجيب لكم مكونات بسيطة ورخصة وأهم شيئنا في متناول الجميع يعني ما تكونش مكونات اللي هي كثيرة بزاف فنتمنى تستفدو منها وباسم الله على بركتي الله نمشي ونتعرفو على المكونات الدين هادلغوسات وكيفاش نطبقوها وكيفاش نستخدموها وبنسبة لهادلوصفة فهي ليست وصفة عبارة عن علاج موضعي أو وصفة للاستخدام الخارجي ليست من هادل نوعية بتاتا أو إطلاقا وإنما وصفة اليوم هي وصفة عبارة عن محلول أو مشروب اللي غادي ندومو عليه المدة ديالتا ديالأيام من استخدامنا الأول لهادلغوسات وغا نحرقو الدهون للبطن أو بليته غا تبالي النتيجة قبله وبعده أو غا يبالينا الفرق فأول مكونا غا نحتاجو لي في هادلوصفة هو الخيار كما لاحطوه في الصورة المصغرة ديالهاد الفيديو فغادي نحتاجو الخيار فأنا هنا خديت الخيار وقطعتو شرائح بهذا الشكل هذا أو الدوائر بهذا الشكل ناس اللي غا تسووني في التعليق واش نستخدمو خيارة أو نص خيارة أو يعني جو ديالخيارات فعلى حسب الدق ديالكم للخيار مثلا إلا كان هادلشخص اللي غا يجرب هادلوصفة يعني من موحب الخيار وكيعجبو الخيار وكيأكلو بزاف كيعملو في ليسالات ولا مو يمكي دخلو في الواجبات بزاف فموكي نستخدمو خيارة بالكامل تقطعوها شرائح وتستخدموها بالنسبة لهادلخيار عندو عدة فوائد كنصح أي شخص كيعني من السمنة يبقى يدخلو في الأوكلات يعني الواجبات الرئيسية اللي كيكونو ثلاثة في اليوم فيحاول دائما يكون الخيار ودخلو في ليسالات لأنو رائع جدا وحتى الفوائد ديالو المزايد ديالو راه لا تعد ولا تحصى ممكن تتعمقو في الموضوع أكثر وتبحتو سغن تغنيت وغتلقو عدة فوائد يعني ممكن أيضا تعملوها على شكل عصر يعني تدخلو معه مكونات خرين وتعملوها عصر ولا أرواح عندو عدة فوائد كيما سبق لي وذكرت فكيما عملتو الخيار يعني راه كيبقى شي حاجة رقم واحد بخصوص تخصيص ومن غير تخصيص عندو فوائد أخرى بالنسبة لتاني مكونا اللي غادي نحتاجو اللي إحنا في هاد لاغوستيد غادي نحتاجو الحامض هنا أخديت حامضة أو لنص حامضة وقطعتها تقطع صغيرة بهذا الشكل إما تقطعوه بهذا الشكل وتستخدموه إما يعني تعصروه وتستخدموه في هاد الوصفة يعني كيما حبيتو إما تاخدو عصير الحامض أو الحامض بقطع صغيرة بهذا الشكل هادا كيما وموضح في الفيديو أمامكم مباشرة الآن أكيد بالنسبة لثالث مكونا هو آخر مكونا اللي هو سكنجبير أو لزنجابيل بودرة بالنسبة لناس اللي ما كيبغيوش هاد سكنجبير بودرة ومثلا كتجيوم البنادية لقوية أو لمشهداء يعني غير مستحبة فممكن تلجؤوا سكنجبير التازج أو لطري معلكم إلا تاخدوه من عند أقرب عطار ولا عند أقرب عشاب تجيبوه تغسله وتنشفوه وتبشروه وتستخدموه عواض هاد سكنجبير صراح هاداك سكنجبير التازج كيكون أفضل من هادا بكتير وبكتير ولكن إلا ما متوفرش عندكم فممكن تلجؤوا غير سكنجبير يعني بودرة لكم حرية الاختيار أكيد بالنسبة الرابع مكوين وغادي نحتاجوه في هاد الاغوست لهو الماء أكيد نحتاجو واحد الكوب من الماء أو كوبين من الماء المغلاء أو لا الدافي أو للساخن يعني لحسب كل سيدة وشنو فضلات وهدو هما كل العناصر اللي غادي نحتاجوه في هاد الوصفة فندزو لطريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها وكل هاد الأشياء أكيد سوف نأخذ هنا واحد لإناء وغادي نبدأ نوضع فيه كل المكونات ومن بعد سوف نضع قطع الحمض من بعد سوف نضيف سكينج بير سواء البودرة أو التازج فتقريبا نضفت ملعقتين ونصف من الزنجبي البودرة من بعد سوف نأخذ هاد الماء سواء المغلاء أو الدافي أو الساخن ونوضعوه في الإناء الزوزاجي ديالي بهذا الشكل هذا كما هو موضح أمامكم وغادي نحاول نخلط بوحد الملعقة بهذا الشكل وغادي نخليو هاد المشروب هاد بهذا الشكل هانتوما كما هو موضح في الفيديو أمامكم فنحاولو نخليوه يعني نعملو عليه واحد الشيء ونخليوه المدة ديال خمستاشر دقيقة أو ساعة أو ساعتين أو ليلة كاملة يعني ضروري غير ما نغطيوه ونخليوه هاكده يتفعلو المكونات مع بعضهم البعض وممكن مره مره يعني نخلطو هاد المزيج هاده ولا هاد الخليط هاده ولكن بعد ما اكيد نعملو شي حاجه باش نغطيو هاد الإناء هاده فانا غادي نخليه واحد المدة كتره وحما بين خمستاشر دقيقة منتوما موكين تخليوه أكتر يعني موكين تخليوه ساعة ساعتين استسويع ليلة كاملة وهو كيرقد باش هكده تكون فعالية ديال المشروب فعالة أكتر بإذن الله فانا غادي نخليه خمستاشر دقيقة ومن بعد غادي ندوزول تصفية دياله باش نشربوه بالشفاء والهنا وبالصحة والرحة لكل ما نجرب هاد المشروب هاده ان شاء الله فبعد ما مره خمستاشر دقيقة وعني خلط المزيج مزيان فحاولت أنني نقسم الكميات ديال الخيار لأنه باش هكده تسهل علي تصفية ديال هاد المحلول هاده ولا هاد المشروب هاده ده بغادي ندوزول تصفية دياله بإذن الله فهو كيصبح بهاد الشكل هاده رائع جداً يعني مشروب كل ما نجرب هاد المشروب هاده غادي دياله في التعاليق لأنه مشروب رائع جداً وبمجرد تطبيقه يعني تبقى وتشربوه لمدة ديال ثلاثة ديال أيام قبل النوم يعني هاد المشروب هاده غادي تشربوه قبل النوم بوحد نصف ساعة أو ربع ساعة تشربوه وبالتالي في المدة ديال ثلاثة ديال أيام غا تحسوا بالنتجة ولكن يجب تتباعو وتكرارو الموضبة عليه المدة ديال أسبوع أو أسبوعين أو شهر على حسب الوزن اللي عند كل شخص بغي ينقصوه يعني كني الناس عندهم وزن كتير كني الناس عندهم وزن متوسط ووزن قليل فإلا عندك وزن قليل ممكن دومي عليه غير أسبوع أو خمسة الأيام وغتبال نتيجة الناس عندهم وزن متوسط يعني ممكن دوموا عليه جوة الأسبوع أو ثلاثة الناس عندهم وزن كتير فممكن دوموا عليه شهر أو شهرين باش هكذا تحصلوا على نتائج أفضل بإذن الله وغتشربوه غير كوب واحد في اليوم سواء مملوء أو غير مملوء المهم هو تشربوه كوب واحد في اليوم المدة اللي غادي تبغيوا أنتو مع الحسب كل شخص والمدة اللي بغا وعلى حسب الوزن الزائل وش هو كتير ولا قليل أكيد ومن بعد إن شاء الله را غادي تنقصو الوزن أولا غتباليكم النتيجة في ثلاثة ديال الأيام الأولى مستخدامكم أو لمستعملكم من هذا المشروب هذا ناس اللي غتصوني في التعليق وش ممكن احتفاظ بيفتلاجة المدة ديال ثلاثة ديالأيام فأكيد ممكن ممكن احتفاظ بيحتل مدة ديالأسبوع ولكن يجي بتكرارو من أسبوع لأسبوع يعني مسبعة الأيام مسبعة تأسيين نكرروا ونحاولوا نعملوا كيميا غير ديالأسبوع نعمروها 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 يعني بالكووس باش هكذا سعطينا الكيميا ديالأسبوع وما نضيعوش لكميا الأخرى عواد من رميوه نعملو كيميا محدودة يعني ما تضيعش لينا فهذا الشي اللي كان هذا هو المشروب بالنسبة للسيدات اللي غي سولوني عليه يعنيش حال مرة ناخده من كوب في اليوم فكوب واحد في اليوم غادي تاخده بالنسبة لهذا الوصفة فما كان نصح بانكم تشربوها بدون تحلية او الا الاجاتكم يعني مرة او ما بنيناش عاد ممكن تحلوها بوحد ملعقة او نصف ملعقة من العسل سواء كان عسل نحل الحر او الطبيعي او السكر فكانت هذه وصفة اليوم اتمنى انكم استفتوا معي سواء بالقليل او لا بالكثير المهم هو تخرجوا بالاستفادة اكيد بتنسوناش واحد بيق لايك كبيرة تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس واي سؤال اي تساؤل ما جاوبش لكم عليه فاخليولي ان شاء الله في تعليق نجاوب الجميع وبضورني شكرا لكم لاحزن تتبعكم لهذا الفيديو معاودي معكم جدود ان شاء الله في الفيديو القديم بإذن الله تعالى